يواصل معرض الكتاب باستعداداته النهائية لافتتاح فعاليات نسخته الخامسة والخمسين ينطلق المعرض اليوم بشكل رسمي على أن يفتح أبوابه للجمهور بدءا من يوم غد وحتى السادس من فبراير المقبل وذلك في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية نصنع المعرفة ونصون الكلمة شعر معرض الكتاب في نسخته الخامسة والخمسين هذا العام يأتي بسمة أثرية خالصة للحفاظ على الهوية المصرية فترى الجميع هنا على قدم وساق يستعدون للانطلاق معرض الكتاب ده كان حلم للواحد وهو صغير فلما انشأنا در البحرانية ودخلنا في المعرض من أول سنة الشراق لنا الحمد لله رب العالمين بنلاقي ان هو ده يعني احتفالية جمدة قوي وخاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب بنشارك في مجموعة كبيرة جدا من الكتب والإصدارات أهمها طبعا الروايات والمجموعة القصصية الدووين الشعرية مجموعة كبيرة جدا جدا من النتاج الأدبي نتيجة حصيلة سنة كاملة من الجهد الزهني اللي بيستغرق من الكاتب وقت طويل جدا بينتظر معرض الكتاب علشان يبقى سعيد بالنتاج الأدبي تم اختيار دكتور سليم حسن هذا العام شخصية المعرض لما يمثله من قيمة تاريخية أثرية مصرية وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالثقافة والقراءة واختيار الكتب بالمعرض بناستعد طبعا بالكتب الجديدة أنا مستعد الكتب الشباب عندي كتب رائعة في التنمية البشرية في كتب التربية في عندي الكتب إحياء تراث الشيخ محمد مطول الشعراوي التفسير كامل للشيخ الشعراوي عندي متفرقات زي السيرة النبوية قصص الأنبياء الحاجات دي موجودة متنوعين في حاجات كتيرة مجالة كتيرة تطوير ذات كتب بروايات أطفال الحمد لله وأقترتها بتبع كتب مترجمة والكتب دي أصلا الترجمة بتاعتها بتفيد أفرار أكثر في المعرفة بنحاول أننا ننمي عقل الطفل مش بنعمل كتب الطفل بس عادي إنما لا بيبقى كمان بنحاول أننا نتواصل معه في كذا حاجة بأنه تنمية عقلنا وتتنوع المعروضات هذا العام من كتب تاريخية ودينية وأجنبية ومترجمة بالإضافة بفعاليات المعرض التي تعود عليها رواده من مصرح ورسم وفنون مختلفة خلية نحل من دور نشر وأصحاب أفكار ومبدعين وعمال يعملون سويا بهمة ونشاط من أجل الخروج بمعرض الكتاب في نسخته الخامس والخمسين بأبهى صوره والذي يهدف في الأساس للحفاظ على الهوية المصرية تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة كاريم بيبرس التلفزيون المصري